اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وموقعها القيادي في مجال الانتاج المعرفي والفكري في المنطقات العربية تجاه تعزيز الاستقرار والسلام في العالم وجودة المؤسسات السياسية في المملكة ومدى تميزها الثقافي وقوة شبكتها الدبلوماسية والسمعة العالمية لنظام التعليم العالي وجاذبية نموذجها الاقتصادي والقدرة وقدرة التعامل مع المتغيرات التي تتعلق بالسكان او الناتج المحلي الاجمالي واثنى معاليه على جهود مركز دراسات في رفع وعي الجمهور بقضايا السياسة العامة الملحة وبناء الجسور بين وجهات النظر المختلفة وتهيئة منتديات للمناقشات المفتوحة مع تبني رؤية استراتيجية لتعزيز التفاهم والفكر الجديد والتفكير المستقل الذي يمكن أن يقدم الحلول المبتكرة للسلام والأمن والاستقرار في المستقبل بما يمثل استجابة لتطلعات أبناء الخليج العربي ويخدم الأهداف السامية للأمة العربية ويستجيب لتحديات الأمن والتنمية كما يمثل استجابة لتطلعات أبناء المنطقة ونوها معالي الأمين العام بالجهود الملموسة التي يقوم بها المركز برئاسة سعادة دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد أهل خليفة وكافة منسوبه في مجال العمل المشترك لدول مجلس التعاون داعيا لمزيد من العمل لمتابعة مشاريع التكامل الخليجي وأكد الحجرف على تقدير مجلس التعاون لدول الخليج العربية للسمعة التي حازها مركز دراسات على المستويين الإقليمي والدولي خلال السنوات الماضية مبديا عجابه بمنجزات المركز أثناء تحدي جائحة كورونا وقدرته على التعامل مع التحديات واندماجه البناء في ظل منظومة اتخاذ القرار في بيئة بالغة التغير والحساسية حيث تمكنت مملكة البحرين من تقديم نموذج يستدعي الاهتمام والدراسة مؤكدا أن مركز دراسات استطاع أن يجني الكثير من الخبرات التي من شأنها أن تثري العمل على مواجهة التحديات الماثلة أمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدوره أشار دكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن حرص مملكة البحرين على تعزيز العمل الخليجي المشترك ودفعه إلى فضاءات جديدة تدفعنا لبذل المزيد من الجهود لترسيخ أسس التعاون والتنسيق المشترك في المجالات كافة لدفع مسارات التعاون بما يلبي التطلعات والغايات المرجوة ووصولها إلى مراحل متقدمة من التطور والإزدهار منوها بأهمية مواصلة البناء على ما تحقق من مجازات تصب في صالح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مركز دراسات يثمن عاليا دور الأمانة العامة ممثلة بمعالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تشرفنا بزيارته اليوم إلى مركز دراسات بالنظر للدور الكبير الذي يطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التكامل بين دوله ودعم أيضا جهود التنمية المستدامة لتحقيق الرخاء للشعوب وهو اليوم إبادر إلى حفظ مراكز التفكير الاستراتيجي لتطلع بدورها في دراسة وتحليل أهم المستجدات على المستويات الخليجية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على أمن واستقرار منطقتنا على المديين القريب والبعيد طلعنا اليوم الأمانة العامة بحضور معالي الأمين العام نايف فلاح الحجرف على دور مركز دراسات والبحوث وأبرمت الأمانة العامة مذكرة تفاهم مع المركز تطمح المذكرة لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة والمركز في مجال الدراسات والبحوث وكذلك تعتبر هذه المذكرة هي الخطوة الأولى تستتبعها إن شاء الله عدة خطوات مع مراكز الدراسات والبحوث الخليجية أهمية هذه المذكرة تأتي لدعم القرار دول مجلس التعاون في اتخاذ القرارات بناء على الدراسات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر